موسيقى في ذكرى انتصاراتي اكتوبر الرئيس السيسي وجه التحية للقوات المسلحة على شهداء مصر الابرار ويؤكد ان السلام العادل هو الحل لضمان التعايش والامن بين الشعوب في المنطقة اسرائيل تشن اكثر من ثلاثين غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت في ليلة هي الاعنف منذ بداية العدوان على لبنان يستشهدوا اربعة وعشرين فلسطينيين على الاقل في غارة اسرائيلية على مسجد ومدرسة في غزة انتصف نهار القاهرة من النيل الاخبار لحضراتكم التحية كل عام وحضراتكم بخير كل عام وحضراتكم بخير في ذكرى نصر اكتوبر 51 توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية وكذلك لاجالها من المحاربين القدامى الى الاجال الصاعدة كما توجه الرئيس السيسي بالتحية لأسر وعائلات شهداء مصر الابرار من القوات المسلحة الذين ضحوا بارواحهم فداء لشعبها شعب مصر الابي الكريم اسمحوا لي ان اتوجه اليوم بالتحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي لم ولن تتخلف يوما عن التصدي لتحمل المسئولية مهما فقلت وتهدية الامانة مهما بلغت تحية لها بجميع اجيالها من المحاربين القدامى الى الاجيال الصاعدة وسلاما على شهداء مصر الابرار من القوات المسلحة الذين ضحوا بارواحهم فداء لشعبها وتحية لأسرهم وعائلاتهم الذين تحملوا قسوة الفراق وقدموهم ثمنا غاليا لأعيش الوطن كريما مطمئنا كما توجه الرئيس السيسي بتحية احترام وتقدير الى روح البطل الشهيد الراحل الرئيس محمد أنور السادات نعم الرئيس السادات بطل استرداد الكرامة والأرض بالحربي والسلام كما نتوجه بتحية احترام وتقدير متجددة الى روح البطل الشهيد الرئيس محمد أنور السادات بطل استرداد القرامة والأرض بالحرب والسلام بالشجاعة والرؤية الاستراتيجية ونقول لروحه اليوم إنما وهبت حياتك من أجله لن يضيع هدرا أو هباء بل وضع الأساس الراسخ الذي نبني عليه ليبقى الوطن شامخا والشعب آمنا يحيى مرفوع الرأس على أرضه لا ينقص بنها شبر ولن ينقص بإذن الله وهذا وعدنا وعهدنا لشعبنا العظيم وفي كلماته قدد الرئيس تأكيد على أن السلام هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام بين شعوب المنطقة وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن إن اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها منطقتنا اليوم تدعونا للتأكيد مجددا فأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام بين شعوب المنطقة وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة نحو حافة الهاوية وزيادة المخاطر إقليمياً ودولياً بما لا يحقق مصالح أي شعب يرغب في الأمن والسلام والتنمية ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بدرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع هذا قد تقدمت سيد انتصار سيسي قارنة سيد رئيس الجمهورية بالتاني على الشعب المصري وللقوات المسلحة بمناسرة ذكرى الحدي والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وفي تدوينة لها على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تقدمت قارنة الرئيس بأسمى آيات الفخر ولا تزاز لأبطال القوات المسلحة مشيرة إلى أن مصر تحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة صنعه رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله كما تقدمت قارنة الرئيس بالتحية للشهداء الأبرار والشعب الذي يقف دائما سندا لجيشه تنفيذا لتوجهات رئيسية بتقديم جميع أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق أقلعت طائرة مصر للطيران تحمل شحنات من المساعدات الطبية والإغاثية العجلة إلى مطار بيروت يتيذ ذلك انطلاقا من الدور المصري الفاعل لدعم الأشقاء وتضامن معهم ولتخفيف على لبنان في مواجهة الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمعاونة إلى دولة لبنان أقلعت طائرة مصر للطيران تراس بوينج 777 من مطار القاهرة الدولية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية المقدمة من الدولة المصرية للشعب اللبناني الشقيق للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة التي يعانون منها قراء العمليات العسكرية الراهنة وشملت المساعدات الطبية والإغاثية المقدمة كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والبطاطين لدفعها إلى المستشفيات اللبنانية والمناطق الأكثر احتياجاً يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات رحبت وزارة الخارجية بدعوة الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون بوقف تصدير السلاح لإسرائيل على خلفية الانتهاكات الجاسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان وأكدت الخارجية أن دعوة الرئيس الفرنسي تتماشى مع احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي وتعكس الاستياء العارم على المستوى الدولي من العدوان الغاشم على غزة ولبنان وطلبت الخارجية المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ كما جددت مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان هذا وقد ثمنت الخارجية موقف فرنسا الدعم للحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ضع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في لبنان وشدد ميقاتي على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي في هذا الشأن بشكل فوري معربا عن تأييده النداء المشترك الذي أصدرته فرنسا والولايات المتحدة بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية من أجل وقف إطلاق النار استهدفت إسرائيل الضحية الجنوبية لبيروت بأكثر من 30 غارة في ليلة تنهي الأعنف منذ بداية العضوان الإسرائيلي في المقابل أعلن حزب الله استهدافه شركة صناعات عسكرية إسرائيلية في عكا مع تواصل القتال بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 25 شخصا وإصابة 127 بجروح حلال ساعات الأربع والعشرين الماضية من جانبه أفاد حزب الله بأن مقاتليه تصد لمحاولتي تقدم للجيش الإسرائيلي في بلدة العديس الحدودية كما أكدت استهداف مواقع عسكرية جديدة في إسرائيل وقصف حزب الله قاعدة راما ديفيد الجوية الواقعة جنوب شرق مدينة حيفا والسهداف دبابة مركابة خلال تقدمها عند أطراف بلدة حدودية وشركة إلتا للصناعات العسكرية شرق عكا في شمال إسرائيل وقال الحزب إنه استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في خلة عبير في يارون في جنوب لبنان في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف مستودعات أسلحة وغرف قيادة وبنية تحتية أخرى تابعة لحزب الله اللبناني وهزت غارات إسرائيلية جديدة ضحية الجنوبية لبيروت في أعقاب سلسلة غارات استهدفت المنطقة ذاتها بعدما أصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلاء أجزاء منها كما أعلن الجيش مقتلى أربعمائة وأربعين عنصرا من حزب الله من بينهم ثلاثون قياديا برتب مختلفة منذ إطلاق عملياته البرية في جنوب لبنان حيث تكثف القوات الإسرائيلية ضرباتها وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي تمكن من تدمير جزء كبير من ترسانة حزب الله يأتي التصعيد في لبنان بعد عام تقريبا على فتح حزب الله جبهة ضد إسرائيل إسنادا لقطاع غزة نتحاول عن موشان الكرام لمتابعة وقاء المتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم اللبناني إزاء هذه الأوضاع المعقدة أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا وصحيا وانعكاساتها المباشرة على القطاع التربوي برمته كان لابد لنا من التشاور على نطاق موسع مع الأسرة التربوية بكل مكوناتها ومع المرجعيات الوطنية والأمنية ومع الجهات الدولية من منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والداعمة بهدف تأمين دعم لخطة الوزارة من أجل إنقاذ العام الدراسي انطلاقا من إصرارنا على عدم ضياع السنة الدراسية مهما بلغت قساوة الظروف وبالتالي فإن عناصر خطة الوزارة تقوم على العنوين التالية واحد متابعة جمع المعلومات حول أماكن وجود التلاميذ والمعلمين من القطاعين الرسمي والقاص ما يعني داتا تتعلق بنحو من أربعمائة ألف تلميذ وأربعين ألف معلم تركوا منازلهم تحديدا من أربع محافظات هي الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبة الهرمل والضاحية الجنوبية اثنين تحليل الداتا والتعاون مع القطاع التربوي الخاص لتأمين التعليم لتلامذة المدارس المقفلة والمشغولة بالنازحين ثلاثة مسح انتشار المؤسسات التربوية الخاصة حول مدارس ومراكز الإيواء أربعة المشاركة مع الجهات المانحة والمجتمع المدني والمعنيين لتوزيع التلامذة والأساتذة في فترة بعض الظهر على المدارس الخاصة المحيطة بمراكز الإيواء خمس مشاركة الجهات المانحة في تأمين تغطية تكاليف هذه العملية بكل تفاصيلها ستة العمل مع وزارة الاتصالات للتأكد من قدرة شبكة الإنترنت وخصوصها الخليوية منها على تحمل الضغط ونقل المعلومات والدروس بصورة شاملة وأن تكون الخدمة مجانا للتلامذة والمعلمين وتجذر الإشارة إلى أنه في هذا السياق ونتيجة التواصل مع الجهات المانحة تبلغت الوزارة من اليونيسيف مشكورة تغطية طبع مليون وخمسمائة ألف تسخة من الكتاب المدرسي الوطني لكل مراحل التعليم والاستعداد لتمويل مراكز التعليم البديلة والمحروقات والإنترنت والقلطصية والمصاريف التشغيلية كما تكفلت اليونيسيف بسداد مريسة التأمين لكل متعلم وتمويل منصة مدرسة والدعم الفني للمكس التربوي البحوط والإنماء لتزويد هذه المنصة بالموارد الرقمية أيها العلميون الكرام إن العام الدراسي في التعليم الرسمي العام والمهني لم يبدأ بعد وفاقا للقرار الصادر عنه الرقم 772 ميم على 2024 تاريخ 25-29 بما فيه الأعمال الإدارية وفي المقابل فأن عددا من المدارس الخاصة قد باشر عامه الدراسي في شهر أيلول الفائد وعشية انتهاء المهلة التي علقت فيها الدروس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة وفي مؤسسات التعليم العالي الخاصة والجامعة اللبنانية والمحددة بمساء اليوم الأحد 6 أكتوبر الجاري وبعد المشورات الكثيفة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم العالي مع الجامعة اللبنانية ورابطة جامعات لبنان وجامعات أخرى واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المدارس الخاصة في الأطراف ومع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة وروابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمهني وخصوصا مع رئيس لجنة التربية النيابية الاستاذ حسن مراد وبعض من أعضائها وبناء على المداولات التي أجهيت ضمن إطار لجنة الطوارئ التربوية المنشأة بالقرار رقم 777 ميم 2024 تاريخ 11 2024 وبالتنسيق مع مكتب اليونسكو الإقليمي وعلى ضوء المشورات الرسمية المجرات مع المرجعيات المعنية تبين أن عددا من المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة يعتقد أن مرفق التربية يجب أن لا يتوقف على الرغم من الظروف الحالية في المناطق التي تعتبرها أكثر أمانا بما يمكنها من فتح المدارس والثانويات حضورية كما أن أغلبية المدارس الخاصة الأخرى ترى أن ليس باستطاعتها نتيجة العدوان والنزوح والحالة النفسية لتلامذتها إصداء التعليم الحضوري أو من بعد وطالبت الوزارة بإرجاء بدء العام الدراسي إلى أواخر شهر أكتوبر أملا باستقراض أوضاع الأمنية والعسكرية ولما كان يتعذر فتح المدارس والمهنيات الرسمية بسبب وجود البعض منها في مناطق تتعرض للقصر أو بسبب إشغالها من جانب النازحين وإزاء هذا المشهد المعقد الذي يلقي على وزارة التربية وعلى عاتق الوزير مسؤولية كبيرة خصوصا أن التعليم الرسمي العام والمهني لن يتمكن من المباشرة بالتدريس للأسباب المبينة على وبما أن هذا الوضع المعقد طبعا ما حضرتكم جانبا من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم حول مجرات الأوضاع التعليمية في لبنان وكيفية إدارة هذه الأزمة من خلال الإنترنت والاعتماد عليه بشكل كلي وكذلك سيكون هذا الإنترنت مجاني بالنسبة للطلاب في منشدة من وزير التربية والتعليم اللبناني وكذلك أكد على المعاونة والمساعدة من جانب اليونيسيف لمساعدة الطلاب على إنجاز المهام التعليمية الخاصة بهم في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان الآن حدد وزير الخارجي الإيراني عباس عرقجي برد أقوى على أي اعتداء تتعرض له بلاده وذلك بعد أعلان إسرائيل أنها سوف ترد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استدفع مساء الثلاثاء وكذا عرقجي خلال المنتمر صحفين في دمشق عقب لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد أن القضية الأكثر أهمية الآن لدى طهران حاليا هي وقف أطلاق النار خصوصا في لبنان وكذلك في غزة كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو قد أعلن أن إسرائيل سترد على الهجمات التي تشنها إيران مساء الثلاثاء الماضي وقال نتانياهو كذلك أن طهران أطلقت مئة الصواريخ على المدن الإسرائيلية في مرتين متتاليتين ما يوجب الرد على هذه الهجمات استشد أربعة معاشرون شخصا على الأقل وصيب ثلاثة متسعون آخرون جراء غرة إسرائيلية استهدفت اللغارات التي وقعت فجر اليوم مسجدا ومدرسة يؤويان مئات النازحين في دير البلع بوسط قطاع غزة وزعم الاحتلال أن الضربة استهدفت عناصر من حركة حماس كانوا يعملون داخل مركز للقيادة والتحكم بالمنطقة في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تطوق مدينة جباليا في شمال القطاع بعد تقييم أفاد بأن حركة حماس تعيد بناء قدراتها بالمدينة مع مرور ذكرى عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة السشدة وأصيب العشرات جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفارقة في قطاع غزة تركزت على الجنوب والوسط وكالة الأنباء الفلسطينية نقلت عن مصادر محلية قولها أن تواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين عدد من الشهداء في قصف الاحتلال منطقة خرب العدس شمالي مدينة رفح مضيفة أن مدفعية الاحتلال قصفت مخيم البريج وسط القطاع ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين كما قصفت طائرات الاحتلال أمارة سكنية بحي الزيتونة جنوب شرق مدينة غزة كذلك قصفت مدفعية الاحتلال محيط مدرسة عين جلود بحي الزيتون في حين استهدفت إيران الاحتلال الحربي منطقة اتصالات الفلوجة غرب مخيم جباليا شمال القطاع وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد شهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 42 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 99 ألفا من جانبها قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا البنيز إن إسرائيل تسعى للقضاء على الفلسطينيين عبر التصعيد الدائم للعنف والقتل وأن ما يحدث في فلسطين لا يمكن وصفه وشددت البنيز على ضرورة تحمل الأضاء في هيئة الأمم المتحدة مسؤوليتهم تجاه الفلسطينيين ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكب حقهم محذرة من خطورة تفاقم الأوضاء في حال عدم تحمل كافة الأطراف مسؤوليتها تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات الرئيس الفرنسي أمانويل مكرون الدعية الوقف تصدير السلاح في إسرائيل وتركيز على إيجاد حل سياسي وعتبرت الخارجية الفلسطينية تصريحات الرئيس الفرنسي تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان مطالبة الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط على سلطة الاحتلال غير الشرعي لإنهاء حرب الإبادة الجمعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة وإجبارها على الانصياء للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحملت الخارجية الفلسطينية الدول التي توفر الوسائل القتالية والحربية لإسرائيل حملتها المسؤولية في تشجيعها عن المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني ومع تواصل عضوان الإسرائيل الغاشم على قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد نحو 41.870 فلسطينيا فضلا لإصابة نحو 97.166 آخرين منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر الماضي أيضا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 45 شهيدا و256 مصابة مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات تواصل مصر بذل جهودها لتجهيز شاحنات المساعدات لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم هذا وتواصل قوات الاحتلال عرقلة حركة الشاحنات برفضها العبور إلى داخل القطاع وممارسة سياسة التعصف وخلق الدرائع لمنع وصولها إلى النازحين للمزيد من المتابع ينضم إلينا من العريش مراسل النيل للأخبار محمد الخطيب التحية لك محمد تفضل باشا محمد الخطيب بالأمس كنت تحدثنا عن أن معبر كرم أبو سالم كان مغلق بالأمس نتيجة أنه يوم إجازة بالنسبة للكيان المحتل المسيطر على المعبر من هذه الجهة فهذا اليوم لديك جديد فيما يخص دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم محمد الخطيب أنت معنا من رفح الآن تتابع بالتأكيد عملية سير دخول الشاحنات المساعدات والمقدمة من مصر فإلى أي مدى تشعر بسيولة ومرونة في دخول هذه المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم محمد الخطيب مراسل النيل للأخبار من رفح أشكرك شكرا جزيلا وسنعود بالتأكيد لمتابعة مجريات الأحداث معك وتدفق سيل وسير الشاحنات المساعدات المقدمة من مصر أشكرك الخطيب ونعود لك بعد قليل وإلى الانتخابات الرئاسية التونسية حيث بدأ الناخبون في تونس الإذلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين ثلاثة مرشحين يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ويتنافس سعيد مع النائب السابق زهير المغزاوي والعياشي زمال رجل الأعمال والمهندس والمسجون بتهم تزوير توقيع توكيلات ويحق لأكثر من تسعة ملايين تونسي بينهم ستمائة واثنين واربعين ألف ناخب بالخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية من المتوقع أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية على أقصى تقدير يوم الأربعاء المقبل أعلن لوكسندر بروك داين الرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خريصون مقتل شخص ويصابت 15 آخرين في قصف الروسي على 16 بلدة وقرية في المنطقة تزامنا أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على قرية جديدة قرب مدينة بوكروفيسك التي تعد مركزا لوجستيا مهما بالنسبة للجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا خطوات متواصلة تؤكد أن القوات الروسية تتعمل على قطع كل طرق الإمداد عن القوات الأوكرانية الجيش الروسي أعلن سيطرته على قرية أخرى في شرق أوكرانيا بينما أكدت كييف مقتل خمسة مدنيين في قصف روسي على جنوب البلاد وشرقها وزارة الدفاع الروسية قالت أن قواتها سيطرت على بلدة في قليم دونتسك الأوكراني وتقع القرية قرب بوكروفيسك التي تضم مركزا للإمداد اللوجستي للجيش الأوكراني والذي أصبح الآن مهددا بسبب التقدم الذي أحرزته القوات الروسية في المقابل قال فلاديسلاف فولوشين الناطق باسم قوات الدفاع الأوكرانية في الجنوب إن القوات الروسية تستعد لشن هجمات جديدة في قليم دابروجية وأوضح فولوشين أن الجيش الروسي يستعد لشن عمليات هجمية جديدة قرب محوري أوريخيف وروبوتين في زابروجية وحذر المتحدث العسكري الأوكراني من أنه إذا اخترق الروس هذه الجبهة فقد تتمكن روسيا من الاستثار بالسيطرة النارية على الطرق اللوجستية الممتدة من زابروجية إلى شرق أوكرانيا حيث تحتفظ قوة الدفاع الأوكرانية بمواقع في دونتسك وجنوب زابروجية مشيرا إلى تعرض المستوطنات في منطقة زابروجية لأكثر من أربعمائة قصف ونحو ثلاثمائة هجوم استهدف مواقع عسكرية أوكرانية في هذه المنطقة من جديد نعود إلى الزميل محمد الخطيب مراسليني الأخبار من رفح ليطلعنا على مستجدات إيصال المساعدات المصرية عبر معبر كرم أبو سالم تحياتي لك محمد وكنت بالأمس تحدثنا عن غلق معبر كرم أبو سالم نتيجة أنه يوم إجازة بالنسبة للكيان المحتل المسيطر على المعبر الذي يعرقل في دخول المساعدات فاليوم كيف هو الحال لديك هناك؟ نعم اليوم لا يختلف عن أمس وأول أمس اليوم هو اليوم الخامس لقوات الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تسمح بدخول أي من المساعدات والشاحنات المصرية التي قامت بتجهيزها جمعيات الهلال الأحمر وصليب الأحمر بالفعل يعني إلى الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تمارس أقصى درجات العنف والتعنت الكبير من قبل هذه الشاحنات وذلك يقابل بالرفض الكبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية مصر دائما تقوم بتجهيز المساعدات المختلفة لرسالها إلى الشقاء الفلسطينية في قطاع غزة عبر معبر رفح ثم منفذ كرم أبو سالم لكن لليوم الخامس على التوالي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق منافذ كرم أبو سالم أمام هذه الشاحنات اليوم توجهت حوالي 109 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية لكن للأسف كل هذه الشاحنات عادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري ولم تسمح لها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفريق حمولتها كل هذه الشاحنات كانت تحمل مواد غذائية وكانت دقيق وكانت تحمل أيضا شعير ودقيق وأيضا العدد الأكبر منها كان يحمل مياه للأشقاء الفلسطينية في قطاع غزة كل هذه الشاحنات 109 شاحنة بالفعل عادت مرة أخرى بكل حمولتها مرة أخرى إلى الأراضي المصرية إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري إذن نحن أمام وطع يزداد تعقيدا ويزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب الإجراءات التعسفية الكبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشاحنات المصرية والتي من المفترض أن تتجه يوميا أكثر من 700 أو 800 شاحنة إلى الأشقاء الفلسطينية في قطاع غزة على مدار الأسبوعين الماضيين كلما دخل من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم نتحدث عن حوالي 40 شاحنة فقط على مدار اليومين الذين سمحت فيهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبور هذه الشاحنة على الرغم من التحذيرات الكبيرة من المنظمات الأممية في قطاع غزة بالتأكيد على مدار اليوم خطيب سنتابع معك تفاصيل دخول المساعدات المقدمة من مصر عبر معبر كرم أبو سالم أشكرك على هذا الإضاحة وهذه الإفادة من أمام معبر رفح مراسلين الأخبار محمد الخطيب شكرا جزيلا ختاما إلى حضراتكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد الرئيس السيسي يوجه تحية والتقدير للقوات المصلحة وشهداء مصر الأبرار ويأكد أن السلام العادل هو الحل الوحيد والضمان للتعايش الآمن بين شعوب المنطقة إسرائيل تشن أكثر من 30 فارة على الضحية الجنوبية لبيروت في ليلة هي الأعنف منذ بداية العدوان على لبنان سيشهد 24 فلسطينيين على أقل في غرة إسرائيلية على مسجد ومدرسة في غزة لمتابعة مزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني معين نشكر لكم في تيب المتابعة إلى اللقاء